في الفيلم الوثائقي الثالث عشر تركز المخرجة آفا ديفيرني على فضح أساطير الإجرام المتجذر في التاريخ الأمريكي وتسرد بالوثائق والشهادات مراحل التمييز العنصري وانتقاله من عهد رئاسي إلى آخر الفيلم يرتكز على حلقة تربط بين أجزائه وهي منهجية زج الأمريكيين الأفارقة في السجون عبر سياسة هادفة ظاهرها محاربة المخدرات والجريمة وباطنها تشكيل قوة عاملة بالسخرة لمصلحة شركات تجارية ومصانع تقوم بينها وبين المسؤولين في الدولة شراكة ومصالح مالية أي إنه الاستعباد بطريقة أخرى حيث تظهر أرقام هائلة لعدد السجناء من الأمريكيين الأفارقة من هنا يفضح الفيلم النظام القانوني للمؤسسة القضائية الأمريكية وكيف تحولت أجهزة الدولة ولا سيما الأمنية إلى خادم لمشروع السخرة والارتهان بحق عشرات الألاف من المواطنين لأنهم من لون بشرة مختلف الفيلم يقدم صورة عن تعاطي الإعلام مع الجرائم التي تعرض لها الأمريكي الأفريقي وكيف شوه صورته ووسم بالإجرام لتبرير عنف الشرطة وانعدام الرحمة في المؤسسات الرسمية على تنوعها في جانب آخر يقدم الوثائقي كشفا بالنضال ضد العنصرية والتمييز من خلال مسيرة مارتن لوثر كينغ وحركة المقاومة المسلحة ضد نظام التمييز وظهور الفهود السود يستخدم الفيلم كمية كبيرة من الوثائق والصور والبيانات التي تم توليفها بعناية كما يعتمد على عدد من المتخصصين في العنصرية والسياسيين والمناضلين كأيقونة الكفاح ضد التمييز أنجيلا ديفيز للحديث عن تجاربهم وللتأكيد بأن اضطهاد الأمريكيين الأفارقة لم يتوقف عبر التاريخ فيعيد التذكير بالجرائب الحديثة والملاحقات والقتل المباشر والضرب والإهانات ولا اهتقالات على يد الشرطة